اشتركوا في القناة اقدم لكم نشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة لكن في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينا عشر قتلى وعشرات الجرحة برصاص القوات العسكرية في مواكب 17 نوفمبر والخرطوم تتحول الى ثكنة عسكرية واطلاق رصاص وغاز ومداهمات للمنازل الالاف يخرجون الى شوارع الخرطوم ومدن الولايات رفضا للانقلاب العسكري وقطع الاتصالات والرسائل المصية وإقلاق الكباري الصحفيون يتقدمون بمذكرة للمفاوض السامي لحقوق الانسان وحملة احتقالات واسعة طال سياسيين وناشطين في لجان المقاومة وزير الخارجية الامريكي يشترط عودة المسار الديمقراطي لاستيناف المساعدات ومبعوث نرويجي بالخرطوم لبحث الازمة الان الى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا اعلنت اللجنة اطباء السودان المركزية عن مقتل عشرة من المتظاهرين برصاص القوات العسكرية في بحري وامدرمان خلال مواكب 17 نوفمبر امس الاربعاء وكشفت اللجنة في بيان عن سقو سبعة من القتلى في بحري واثنين بالخرطوم والعاشر في امدرمان واشارت الى استخدام القوات العسكرية الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم مما ادى الى عشرات الاصابات بالرصاص الحي بعضها حالات حرية ورصدت وزارة الصحة بولاية الخرطوم اصابت اكتر من سبعين متظاهر جراء استخدام الرصاص الحي ووجهت جهات طبية نداء عاجل لتوفير المحاليل الوريدية والكوادر الطبية لعلاج المصابين بالمستشفى الدولي البحري لعلاج المصابين وكانت لجنة طباء السودان المركزية اكدت وفاة شاكر عالي عبد الرحمن 28 سنة صباح امس الاربعاء متأثر باصابته بالرصاص الحي في الراس في مليونية 13 نوفمبر ليرتفع العدد الكلي للضحايا منذ 25 اكتوبر الى 29 قتيل واضاف احد المشاركين في مواكب بحري في هذا الخصوص 17 نوفمبر المزاد استى التحريف 17 نوفمبر واضاف امس الاربعاء واضاف امس الاربعاء واضاف امس الاربعاء واضاف امس الاربعاء مازالة البنبان والقعم مستمر ضرب وعجهات تقيلة مستمرة محر المؤسسة انطلقت تظاهر 17 نوفمبر التي دعت لها لجان المقاومة في عدد من احياء الخرطوم ومدن الولايات رفضا للانقلاب العسكري وتحركت المواكب من مختلف مدن العاصمة الثلاثة نحو نقاط التجمع الرئيسية بينما قطعت السلطات مسار مواكب بحري الى القصر الجمهوري باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وشهد شارع الستين بالخرطوم وشارع الشهيد عبدالعظيم الى جانب كرري والحاج يوسف وبحري المؤسسة كر وفر بين المتظاهرين السلميين والقوات العسكرية وقال الصحفي محمد الأصباط في مقابلة مع برنامج السودان اليوم براديو دابنغا ان القوات الامنية انتهجت تيكتيكا جديدا بمهاجمة المواكب قبل تجمعه واوضح ان الثوار استطاعوا تغيير المسارات وادان القمع العنيف للمواكب مشير الى استمراره في الخرطوم وعدت من الولايات واوضح الصحفي محمد الأصباط في هذا الخصوص تواصلت اليوم المواكب في العاصمة الخرطوم مختلفة لمدن السودانية ومدن خارج السودان في ذكرى 17 موفمبر ووجهت بقمع عنيف جدا خاصة في مناطق الخرطوم بحري ومدرمان وحسب مصادر متعددة ان الاصابات بعضها بالرصاص الحي ولكن السوار ما زالوا يواصلون صمودهم وبسالتهم مصادر في شارع الستين غرض ان مواكب شارع الستين ومحطة سبعة ايضا تعرضت لقمع عنيف جدا واطلاق مكسف للغاز المسير للدموع استبقت السلطات مواكب 17 نوفمبر بقطع الاتصالات الهاتفية الداخلية وخدمة الرسائل المصية واستمرار قطع الانترنت بما فيه الارضي في جميع ارجاء البلاد وقال فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الانسان جهر ان السلطات اغلغت جميع الجسور التي تربط بين الخرطوم وامدرمان وبحري واوضح ان ولاية الخرطوم تحولت الى ثكنة عسكرية منذ صباح الاربعاء مشير الى انتشار الارتكازات الامنية والعسكرية في جميع الطرق والساحات ونبه الى ان الهدف من قطع الاتصالات والانترنت والرسائل المصية هو عزل السودانيين عن العالم والازلام الاعلام الشامل واشار الى استخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين السلميين مما ادى لسقوط قتلى وجرحة وقال ان القوات العسكرية هاجمت المواطنين داخل المنازل واضاف فيصل الباغر المنسق العام لمنظم الصحفيون لحقوق الانسان الجهر قائلا تجربتي اليوم قمت بجولة صباح اليوم كانت اهم ملاحظاتي وجود ارتال كثيفة من الارتكازات الامنية في مختلف الشوارع الرئيسية في الخرطوم مضافا الى قف الكباري المؤدية الى الخرطوم خرجت في مواعدها المحدد الجماهير تهتف بسميتها المحهودة هناك انقطاع تام لخدمة الاتصالات المكالمات والرسائل النصية وما زالت خدمة الانترنت مقطوعة بما في ذلك الانترنت الارضي وحتى المؤسسات التي كانت مستثناء من قطع الخدمة الآن من الصباح اليوم البلد ما فيها اي انترنت وحول دور الصحفيين قال فيصل الباقر ان اللجنة المشتركة للاجسام الصحفية تقدمت بمذكرة الى المفوض السامي لحقوق الانسان في السودان يوم الثلاثاء تضمنت رصدا لجميع الانتهاكات وقال ان الصحفيين في السودان رفعوا شعار صحافة المقاومة منذ حدوث الانقلاب العسكري موضح ان الصحفيين يعملون في ظروف صعبة مع قطع الانترنت والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية واشار للدور الفاعل لصحافة المواطن مشيت لتحدي المواطنين قطع الاتصالات عبر طرق مبتكرة واضاف فيصل الباقر في هذا الخصوص نحن في الصحافة وفعنا اتعار منذ يوم 25 اكتوبر قلنا نحن الآن دخلنا مرحلة الصحافة المقاومة ورغم هذه الصعوبات رغم ان الانترنت والتلفون والهاتف الثابت والهاتف المتنقل هي واحدة من ادواتنا ومع ذلك ظلنا نواصل جهبنا بقدر ما نستطيع وقدمت من هذه الوقفة مذكرة حول الانتهاكات الانقلاب للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان وفي الولايات انطلقت مواكب حاشدة في عدد من المدن من بين مدني وعطبرة والفاشر وبور سودان وغيرها من المدن استجابة لدعوات لجان المقاومة ورفضا للانقلاب العسكري وقال متظاهرون من مدني ان المواكب تواصلت على الرغم من محاولات القمع واطلاق الغاز المسيل للدموع واشار مواطنون من الفاشر ان المواكب سلكت طرقا داخلية تفاديا لقمع الاكهزة الامنية وفي الخرطوم واصل المحتجون اعتصام اليوم الواحد في بري بالخرطوم وشارع الشهيط عبدالعظيم في امدرمان على الرغم من العنف المفرط الذي استخدمته القوات العسكرية في مواجهة المتظاهرين السلميين من جانبه ادان تجمع المهنيين السودانيين القمع المفرط وتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق ابرزة بحري وشارع الستين وانبدة مؤكد ان المتظاهرين اكدوا قدرتهم على العودة وافشال هجمات القوات الامنية مواصلة فعاليات المواكب في كل مسارات واضاف مشاركون في اعتصام بري في هذا الخصوص اعتقلت قوات عسكرية القيادي بحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين صباح امس الاربعاء واغتادته الى جهة غير معلومة من جهة اخرى اعتقلت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية يوم الثلاثة نعمات جماع عضو لجنة تفكيك التمكين بالنيل الابيض بالقرب من مستشفى كوستي وقال حزب المؤتمر السوداني ان قوة مدججة بالسلاح تدبع للمجلس العسكري اختطفت نور الدين من منزله بطريقة ارهابية مروعة في حوالي الساعة الواحدة من صباح امس الاربعاء كما شنت السلطات حملة احتغالات وازعة طالت ناشطين من لجان المقاومة استباقا لموكب 17 نوفمبر قال المجلس المركزي لقوة الحرية والتغيير ان قطع خدمات الاتصالات الداخلية محاولة للتغطية على جرائم والانتهاكات التي يرتكب الانقلابيون في شوارع وبيوت السودانيين في هذه اللحظات واوضح المجلس انه يتابع التغارير المفزعة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب القوات العسكرية ضد المتظاهرين السلميين الرافضين للانقلاب العسكري وطالبت الحرية والتغيير عناصر الأجهزة الأمنية المختلفة عدم التورط في الجرائم ووقف إطلاق الرصاص الحي تجاه الثوار في مدن البلاد المختلفة أكت وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بيلينكن ضرورة إعادة الانتغال الديمغراطي في السودان إلى مساره وقال بيلينكن في مؤتمر صحفي أميس الأربعاء خلال زيارته إلى نيروبي إن إعادة المسار الديمغراطي يبدأ بإعادة رئيس الوزراء المدني الدكتور عبدالله حمدوك إلى منصبه وقال إن السودان سيعيد الدعم الدولي إذا عادت الحكومة المدنية ويجب التراجع عن الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان وأعلنت السفارة النيرويجية أميس الأربعاء وصول المبعوث النيرويجي إلى السودان من أجل حث الفرقاء على العودة إلى المسار الديمغراطي الانتغالي من جهتها أعلنت مساعدة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بيلينكون إنها قابلت رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وناقشت معه سبل استعادة الانتغال الديمغراطي في السودان من جهة أخرى دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعا لعادة العمل بحكومة مدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك كما دعا في تغريدة على تويتر لحماية المتظاهرين السلميين وضمان حرية الصحافة قال مالك عقار عضو مجلس السيادة الجديد للجزيرة مباشر إن ما حدث في 25 أكتوبر الماضي كان انقلابا عسكريا وأضاف عضو مجلس السيادة الانتقالي الذي أعيد تشكيله أنه سيتم الإفراق عن جميع المعتقلين بما في ذلك الدكتور عبدالله حمدوك خلال يوم أو يومين وقال عقار إنه التقى حمدوك ثلاث مرات وبحث معه كيفية الخروج من المأزق الحالي وكيفية منع انهيار السودان وأضاف أن الوضع كارثي في السودان داعيا كل الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة وأوضح أنه موجود في المجلس السيادة الجديد حسب اتفاقية السلام ولأنه يؤمن بالحوار وللحيلولة دون انهيار البلاد وأضاف عقار في هذا الخصوص ماذا حصل في 25 هو إجراء السلطة العسكرية أخذت السلطة وده إجراء هذا الإجراء بالمنطق وبالعرفة العسكري يسمى انقلاب للسلطة المعينة هذا واقع في الدولة السودانية هناك انقلاب أصهر موقع في لايت رادار إلغاء عدد من الخطوط العالمية رحلات إلى الخرطوم أميس الأربعاء بالتزامن مع مواكب 17 نوفمبر وأشار إلى إلغاء الخطوط الإماراتية والسعودية والقطرية رحلات ووسط أنباء غير مؤكدة باستمرار إلغاء الرحلات لنحو أسبوع وأرجعت اللجنة التسيرية لاتحاد الطيارين السودانيين في بيان على صفحتها في الفيسبوك إلغاء الرحلات إلى مستوى القوى النارية المستخدمة في قمح المظاهرات بالأحياء القريبة من المطار والتي قالت إنها تهدد السلام الجوية وحاول راديو دابنغا الاتصال بالسلطات في المطار إلا أنه لم يتمكن من ذلك لقطع شبكة الاتصالات هذه الأخبار تريد إليكم من راديو دابنغا يواصل أعدد من اللاجئين السودانيين في طرابلوس اعتصامهم أمام مباني مفوضية اللاجئين مطالبين بالإقلاء إلى إعادة التوطين وقال أحد اللاجئين وهو بشير حامت لبرنامج السودان اليوم في راديو دابنغا إن السلطات الليبية أخرجتهم من السكن المخصص للاجئين مما أدى لاعتصامهم وأوضح أنهم يعيشون أوضع مأساوية مع هطول الأمطار وبينهم نساء وأطفال ويشتكى من تأثير تردي الأوضاع الأمنية على عدد من السودانيين في المدن الليبية مع عدم توفر فرص العمل وتردي الوضع المعيش للسودانيين وارتفاع نسبة العطالة وأضاف بشير حامت في هذا الخصوص من جهة قالت مفوضية اللاجئين الأممية في ليبيا إن الإقلاء ويعادة التوطين ليس حقا ولا يمكن منحهما من خلال المظاهرات أو الإحالة الزاتية وأوضحت أن أماكن الإقلاء ويعادة التوطين محدودة للغاية وتعطي المفوضية الأولوية للاجئين المستضعفين زوء احتياجات الحماية الأكثر الحاحن وقالت مخاطبة المعتصمين في بيان في مطلع نوفمبر الجاري إن التجمع والتظاهر أمام مرافق المفوضية لن يدعم إقلاءكم أو إعادة توطينكم وطالبت بسلمية الاحتجاجات وأن تحترم القوانين واللوائح الليبية وأوضحت أنها أجلت 172 من طالبي اللجوء الأكثر ضحفا من ليبيا إلى مكان آمن في النيجر وكانت هذه أول رحلة إقلاء إلى النيجر منذ أكثر من عام وذلك بعد أن رفعت السلطات الليبية حظرا شاملا على الرحلات الإنسانية الخبر الأخير في النشرة كشف مكتب الأطباء الموحد عن إقالة أكثر من 14 من العاملين بوزارة الصحة الاتحادية والولاية وفصلهم من عملهم ونشر المكتب قائمة للمفصولين من بينهم الدكتورة يسرى محمد عثمان وكيلة وزارة الصحة الاتحادية المكلفة والدكتور محمد الحافظ الخضر المدير العام للطوارئ ومكافحة الأوبئة المكلف ووزارة الصحة الاتحادية ويعتبر مكتب الأطباء ذلك محاولة لإفراغ الخدمة المدنية من الكوادر المؤهلة وإحلالة بكوادر الجبهة الإسلامية لإعادة التمكين انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دابنغا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج اشتركوا في القناة